النقطة المضيئة الأولانية اللي لو لاها يا فيصل لا يمكن أبدا على قد عقلي وعلى قد تشوف اللي أنا كنت شايفه ساعتها إن كانت مصر تعدى من اللي هي فيه أبدا أبدا اسمع الاحتياطي اللي كان موجوده كان تحدي آخر في الوقت دوت بعد الحالة اللي حصلت في 2011 لغاية 2013 2013 خلاص كان بيستهلك كله في أنك أنت بجيب فيه المواد البترولية وخلص وخلص بقى فضل يعني مبلغ ما يعملش حاجة مع السلع اللي بتجيبه مع ده يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل 2011 ما بقاش موجود إذن اللي أنا بأكده هنا إن لو لا وقوف الأشقاء في الإمارات في السعودية في الكويت اللي أنا بأتكلم عليه لو لا ما كانتش مصر وقفت تاني فالبعض فخامت الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية خلينا أكلم تفضل تفضل فخامت الرئيس إنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا بيننا كلنا أبدا إحنا كان فيه من ضمن الكتاب كان بيقولي عايزين نشيل من القموس العربي كلمة الأشقاء العرب وأنا بقول له ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة فإحنا إخوة إخوة فدي كانت أول نقطة مضيئة كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد مش بس مصر أي دولة عربية أخرى خلق بالك الرئيس جزء من الكلام ده وقال كده إنه لا تسمحوا لأقلام ولا لأصوات ولا للمواقع المغرضة ولا 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 إنها تفسد العلاقة اللي ما بينها وده حقيقي مية في المية يعني خلينا بس نبقى منطقيين حبتين وما ننساش وما نخليش زحمة الدنيا ولا ضغوط الدنيا تخلينا ننسى وقفة التلات دول دي وقفة التلات شعوب دي الحاكتين دول برؤسائها وحكومتها وشعوبها تاني وشعوبها تالت العلاقات اللي ما بين البلدين علاقات فعلا مهمة وفعلا على أعلى قدر ممكن من الأهمية